امراض عمدين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا النهاردة عندنا ميكب عروسة كان خطوبة اللوك ده انا اعتمدت فيه ان هي تفضل ببروقتها وجمالها وسنها ان احنا منقبرش سن والملامح بالميكب اول حاجة عملتها ان انا استخدمت تونر من زبادي شوب بتي تري تونر علشان بشريتها طهنية وبعد كده ابتديت ارتب كل منطقة بالمرطب المناسب لها رطبت تحت العين بمرطب بتاع براند مارجريت بيوتي والشفايف برضو ببراند مارجريت بيوتي البراند دي بتاعتي هنا انا ببقى حطة شوية من المرتب بتاع سيرافي في اه ابليكيتور تكون سغنانة كده عشان اعرف احطها فاشان ده ما ياخدش مساحة كبيرة لان انا جايب اللي هو نص كيلو بعد كده ابوزع على البشرة كويس جدا ورتبت حول الفم برضو بمرطب حول العين لانه هو بيفرد قوي بيعمل زي الماسك كده وهو بديل ارخص بكتير جدا لمرطب كيلوز بعد كده استخدمت سوب للحواجب حابين نرسم الحواجب يعني مش هنقور فيها لان هي فيها شعر ما فيهاش فراغات كتيرة ورسمتهم كمان كويسة يعني مش محتاج ان احنا نزود اي حاجة فيه جار شوية باودر وشوية شعيرات من قدام بسيطة جدا لان كده كده الحواجب مش بعيدة عن بعض اوفر بس كده ببتدي ان اصرح الشعر تحت الفوق انا هنكشه بعدين اثبته لفوق وبضغط عليه بداخل البروش علشان يبتدي تثبت معي بعد كده استخدمت الباودر بالت دي بتاعة الاي براوز من كاركتر استخدمت درجات البني لازم درجة الشعر يعني حتى لو اي درجة هتلاقي فيها يعني لو حتى على الجري هتلاقي فيها عشان كده البالت دي بجد بتنجز وكويسة وعايز اقولكم اني كمان بتقعد كتير جدا معاكي زي ما انت شايفين درجة الحواجب نفس درجة شعره احنا ما بعدناش ابدا هنا بقى العروسة كانت عمالت زغرت زغرت يارب عقبال كل البنات كده وربنا يفرقكم جميعا بعدين ابتدينا نكمل تاني الحواجب علشان الفراغات كويس جدا بعد كده يحمسك الجيل بتاع توفيس وهبتدي اعمل شعيرات من قدام بسيطة هنا كنا بنتكلم اظن انا نسيت اقص دي في المونتاج عادي جدا فنبقى نقصها هي اصلا بنت خالي عشان كنا احنا بنتكلم قديمة بعضينا براحتنا خالص كمان هنا ابتديت انضف الايبراوس ابتديت اشيل كل بواقي السوب علشان السوب مع الكنسيرر حيكلكع لو انا مشلتوه شلتو برضو بالميكب رموفر من البراند بتاعة مارجريت بيوتي البراند بتاعتي بعد كده خدت العجلة بتاعة كريولان خدت الكنسيرر درجة الفتحة فيها درجة العجلة سي درجة الكنسيرر بقى اللي فيها بصوء انا ابتديت استخدمها ازاي حبيت ان ما هو صرعش الخطوة دي عشان الناس تعرف استخدامها بيستخدم ازاي لانه اكتر من كده هيكلكع معيك ويخطط يدب بس بنضف تحت الحواجب بدرجة فتحة ومن فوق الحواجب بدرجة مقربة لدرجة بشرة البنوتة ولازم تكون البروش بتاعتنا تكون فلات بروش وبرضو عملنا نفس الكلام في الحاجب التاني مبطقة يدي عشان اواريكم لان انا كنت مبتدية بدري وكنت عايزة اللوك يكون واضح على قد ما نقدر شايفينه بنبص على الاتنين عادي جدا احنا بنرجع الوراء لو عندك اي مشاكل في بداية لو انت مبتدئة بترجع الوراء خالص تشوفي وتبصي على الحاجب عشان تقربيهم لبعد بعد كده لازم تجيبي بروش تكون فلافي كده شعرها منفوش شوية عشان تموهي كل الكنسيرر او الكاموفلاج اللي احنا حطناه ده لما ماتيش الخطوة دي بيكالكع معيك زي ما انت شايفين كده هبتدي استخدم الكاموفلاج داني خالص نوع تاني ينفع يكون بيز للأي شادو انا مجربة النوع ده بجد حلو قوي وهي ما كادش عايزة تغطية كتير الالوان اللي احنا عايزينها هي هتكون كويسة جدا وهتظهر مع الكاموفلاج ده اهم حاجة ان احنا ندمجه بالبروش بعد كي سبته بنقطة لوس باودر من كريولان برضو تي الا حتاشر بعدين ابتدينا هنا نعمل الاي شادو الاي شادو ابتدينا بدرجوات البونيات والاورنجات وكل شوية بصغر البروش واقوم مغمأة زي ما هنا انا بستخدمها بروش بنسل باقوم مغمأة درجة واقوم مسكة ببروش تكون تلافي شوية بلندنج اقوم دمجة بيها الدرجة هنا كنت باخد رأيها كل شوية يعني بتكلم معيها وعرف هي حابة ايه وعايز ايه وبنهزرهم شغالين اغيني بقى وهيصين هنا طبعا احنا حطينا الكنسيلر في المقطع اللي فات خلتها تبص الفوق وتكشر عشان يقطع الكريس وبعد كده باكمل بالبروش عادي جدا مش لازين تكون كمية كبيرة وكاكده بناخد الزيادات بالبيوت بلندر الصغيرة زي ما انت شايفين كده بقوم دمجة ووقت كل زيادات بهدوء خالص وهنا انا كنت طبعا حطها بالتايت جميه كل حاجة جميه بعد كده ابتديت احط لها الجلو بتاع نادا سالم وبعد الجلو حطت لها درجة ان 34 برضو من اللوس بيجمند بتاع نادا سالم درجة دي عرايس خطوبة بصو في كل حاجة هتمشي معيكو في اي لوك انت محترفي الدرجة دي يعني بتزبط اللوك قوي وبتكون حلوة جدا لان فيها جلد وفيها سيلفر فبتليق على كله زي ما انت شايفين بطبطب باخد بفلات برضو براش ولازم الجلو يتفرد على اليد كويس جدا عشان ما ينفعش نحطه دايريكت على الشادو هنا بننفض كل الجلاتر اللي على الرموش وبعد كده لازم منسيبش الجلاتر مقطوع كده من الاخر لأ احنا لازم نجيب لون شامر يكون قريب من درجة الايشادو المط ودرجة الجلاتر بحيث ان يكون لون وسط شايفين يبقى فيه نعومة كده يارب الشرح يكون واضح وبقوليكم الناحيتين الفرق ما بينهم ناحية نعمة والناحية التانية قبل ما احط الشامر ما كانتش نعمة بعد كده استخدمت الدرجة دي اظن درجة 53 ان 53 برضو من نادا سالم جلوسان دي طحفة للتنوير عند عظمة الحاجب وعند مدمع العين وانا بحب بقى اعمل كده كوس هايلايتر من قدام عند مدمع العين وطبعا بستأذن البنوتة قبل ما اعمل لها وبوريها شكله بيكون عامل زي عجبها بعمله ما عجب هاش ما بعملوش كل حاجب تمشي بزوء البنوتة شايفين انا منجرد حتوريكم بس النحية اللي احنا عملناها هتشوفوا الفرق دي حركة انا بحبها جده حركة الكوس دي بيتغير شكل اللوك فرق العين دي من العين دي فبعملها عند المدمع وبعد كده بطلع بعيد شوية عن المدمع لفوق لحد قرب الحاجب كده ما بنوصلش لاخر الحاجب درجتها بتكون سيلفر على ابيض بعد كده بيجيب فرشة تكون نضيفة بدمج الاي شادو وبدمج الهايلايتر ما بينهم كده عشان الهايلايتر ما يكونش خط شرب كده معي يكون مدموج احنا بقى كنا بنغني ورجعنا تاني للشوكلة هنا كنت باخد مقاسات الرموش خدت مقاس الرموش واخترنا بين رمشين كان فيو حتي ايل واحد خفيف اخترنا الخفيف المسحوب وصير من قدامه وطويل من وره ابتديت ألزق بلازق روكا لاشيز روكا او ديو انا بحب الاتنين دو ديو او دو هنا انا كنت بشوف الرموش وطبعا حطينا على التاني رمش مختلف ويما عملتناش ايلاينر بوينج والكلام ده كله احنا حطينا بس خطة ايلاينر على خط الرموش بحيص ان ما نحط الرموش يبقى ثابتها فاحم ما يبقاش فيه فرق ما بين خط الرموش والجلد بتاع الجفت كده زي ما شرحت لكم بلزقه خلاص بحطها من النص وبعد كده بلزقها من قدام وبرجع لزقها من وره وقال له تبصيلي واضغط الرمش الاصطناعي مع رمشها الحقيقي بحيص ان ما يكونش فيه فرق ويكون فيه كده خط للجفن فياريت برضو الناس اللي لسه مبتدئة في موضوع الرموش تركز في النقطة دي مهمة جدا بعد كده هبتدي او نضف البشرة كويس جدا من كل جليتر اللي واقع عشان كده احنا ابتدينا العين الاول نضفتها بالميكاب رموبر من براند مارجريت بيوتي هسيب لكم اللينك وهسيب لكم لكم التواصل لطلب المونتجات دي حتى الميكاب ده كله متوفر عندنا لو عايزة تطلبيه استخدمت المسكرة دي رهيبة هي اهم حاجة المسكرة تكون موتر بروف للعرائز دايما هنا كان فيه شوية التهبات في البشرة مش بينها في التصوير لاني فيه اضاءة عالية بس الالتهبات دي استخدمت لها كوريكتور يكون لونه أخضر وهنا كنت بحط نقطة من الفاونديشن بس علشان بنختار درجة الفاونديشن ودمجتها مع البشرة فابتدت تكون مناسبة غير بقى ما بنجي نحط الكمية فعشان كده لازم نحط نقطة في الأول ونشوف هي ماشية مع البشرة ولا دمجنا طبعا الكوريكتور قبل ما حط الفاونديشن ودلوقتي انا بوزع الفاونديشن على كاميرا البشرة بوزعها في كل الاماكن ببروش تكون فلات وبنمشي بعد كده بالبيوتر بلندر بس بنسيب بس الفاونديشن على البشرة ثلاث دقائية دي اقتين وعوه بالكده مسلا منجهز البيوتر بلندر بحيث انه بيدينا شكل أحلى وبيتدمج معاين بشكل حلو طبعا كل ده بينطبق على نوع الفاونديشن الفاونديشن بتاعك لو بينشف قوي ما ينفعش تعمل الحركة دي هنا بتديك تاخد كنتور يكون كريمي بس على شكل برونزر شوية بتديت أدفي الخدود والجبهة وبعدك هابتديت أحط لها التنت برضو من براند مارجن بيوتي حطيت درجة بيتشي وبعدين حطينا هنا الكنسيلر ده فول كفريدج هي مش محتاجة أصلا فول كفريدج عشان كده حطيت منه نقط بسيطة بحيث لما هنيجي ندمج هتشوفوا الكفر بتاعه هيكون عامل إزاي بعد كده بتديت أصبت بلوس باودر بتاعت كريولان درجة تيق اللي 11 هي دي لها مصدمة من أول لك لأخره وبثبت كويس جدا أدمج وخليها ببص فوق وأثبت عشان موضوع الخطوط وبعد كده بخليها تنفخ خطوطها عشان الاسميل لاينز أدمجها وأقوم بثبتها على طول يبقى أنا بثبت تحت العين وبثبت بعد كده حوالين الفم بعد كده بقى بنثبت البشرة كلها عادي جدا ببروش أو نثبتها بسبونج على حسب نوع البشرة وعلى حسب نوع الفاونديشن إنه في فاونديشن لو استخدمنا لها السبونج تكون مقشرة معينة وتقشر وشكلها يتغير فلازم تبقى يفهم الماتيريال اللي انت شغالة بها كنا بنكل هنا عادي بعد كده طلبنا بوز آيلينر طلبت مني بوز من قدام فابتدينا نرسمه وهنفتح العين بس هتفتح فتحة خفيفة وصحبة خفيفة أختي اللي كان بتصور جماعة وكانت من دمجة لغيني قوي والفرح فرحنا بقى ولمكاننا كان فكان بترقس بالموبايل فبعتذر لكم علشان التصوير ممكن يكون بس مش واضح وفي وقت ما هي بتكون مش بسبت أقديها بعد كده بسبت ويبقى أكد في أماكن معينة عشان عايزة اشتغل تحت العين فيكون في شوية لوس باودر زيادة لأ هنا احنا كن عميني ناكل ونشرب وبنعمل كل حية فدي حاجات في المونتاج مخدتش بالي منها لأن بصراحة كان اللوك بتاع ساعة وربع كده فقعدت أقص فيه كتير بعد كده ابتدينا نزبط البوز لازم يكون داخل على خط رموش الصفلي رجعت ترقس تاني بالتليفون بعد كده ابتدي أحط لها الجيل لينر جوه العين بحط انجلوت انجلوت ده أمان جدا جوه العين لو دمعت لو أي حاجة ما بيسياحش الميكب ما بيحببش ما بيبهتلش الدنيا بس بديها فرصة لأنها مش متعودة فلازم أفضل رايحة جاية كده على العين علشان ما تدمعش لأن لو دمعت وانا شغلة هنتأخر شوي في اللوك وانا بقى بنرقص هيصين خالص يا جماعة هنا دمعنا فحطينا الكيو تابس دي عند الانر كورنر هنمتدينا نحط الشادو قولوا لي بس ايه رأيكم في اللوك تحت كده في الكومنت وما تنسوش تعملوا اللايك والفالو علشان تشوفوا كل فيديوزة جديدة وتشوفوا كل عرويز بقى والبانوتات والسفارهات وكل حاجة جديدة هنا تدنا نحط جليتر خفيف قوي كنا معاته الشيمر نعمة مش خشن عشان الخشن تحت العين كان هيبكون اوفر وحنا مش هزين نعمل حاجة اوفر وفتحنا العين ونتطر فكرة فتحية العين للناس اللي بتخايف تعملها أو مش بتعرف تعملها انك ما بتكمليش الكحلة أو جيلاينر لجوا العين للاخر وبتفتحي الطرفم بلون ابيض سيما تصورتش عشان كده معرفتش هورها لجو هنا حطت لها البلاشر يكون يعني خوخي وفي نفس الوقت على الروز دي درجة حرفين بتليق في كل اللوكات وبتقلب اللوك يعني بصوا مجرد حطيته اصلا اختلف قوي اللوك طيب زودنا بلاشر ليه لان هي كانت لسه هتعمل شعراها ولسه السيشن ولسه الرأس ولسه الصلاة في الكنيسة كل الكلام ده كله كان هياخد ساعات كتيرة علشان لما يبتدي يخف وتروح السيشن يكون لسه موجود بلاشر معها هنا بقى هنعمل كنتور خفيف خالص هي اصلا النوزة عندها مش محتاجة كنتور بس احنا هنعمل برضو كنتور خفيف علشان في التصوير يكون مختلف ما تنغمقش قوي في درجة الكنتور علشان ايش خطين صراحين بزيات الناس اللي ما بتحبش الكنتور او ملامحة صغيرة الكنتور اللي لونه درجته دافية بتكون مش اوفر عليها هنا حطينا مسكرة في الرموش الصفلية كنت بوريكم الفاكسينج سبري من البراند بتاعت مارجريت بيوتي بتاعتي اتمنى تكونوا حفزتوا هنغرق البشرة بقى علشان كل شكل البودر ده يخف معنا ويبقى هادي وعشان نيجي نحط الهايلايتر يبقى ثابت معيها الاخر ثانية في اليوم وانتو بنفسكم وحتشوفوا ايلا يحصل بس لازم لو انت هتغرق البشرة يكون معاكي مروحة عشان تنجس شوية معاكي وتنشف كله بحيس ان البنوتة ما تفضلش اقفل عنها كتير هنا بقى هايلايتر الناده سالمت عجلو صن بصوا هو مش محتاج اصلا فاكسة قبله علشان يكون صريح ووضح هو اصلا ما شاء الله هو على منتجاتها زي ما انتو شايفينها في كل اللوك منتجاتها بتفرق جدا في اللوك كل حاجة بتاعتها تجن اللامعة قوي جدا حطيت عند الدقن من فوق لاني عملوها طبع حسن فعيزاي وضح اكتر حطيت على الشفيف التبقى من فوق والمن تحت وبعد كده هنرسم بالقلم بتاع لارين القلم ده فضيع متوفر عندنا برضو الرقم هيكون في الكمنتات تحت لو حب تعرفي اصعار اي حاجة او الحجوزات بعد كده هنرسم ونكنتر الشفيف كويس وهزبقها من الجنيه هنقوم حطينا اللابستيك برضو ببروش شلت بالكيو تابس بتاعت الودان دي شلت كل الجلد الزايد من الليبان بعد كده كنتم خليها تتحق عشان اصبط الرسمة شوفوا بقى الجمال هسيبكون مع جمال اللوك قولولي ايه رأيكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله